اشتركوا في القناة من الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية مؤكداً أن توجيهات جلالة العاهل المفدى أيده الله ورعاه ودعمه الكريم وإنسانية جلالته الكبيرة وعطفه على جميع المحتاجين في مختلف الدول الشقيقة والصديقة من أهم العوامل التي حققت هذا الإنجاز الدولي الكبير الذي يدعو للفخر والاعتزاز ويحث الجميع للمضي قدماً والسعي جاهدين لتحقيق رؤى جلالته حفظه الله في مجالات العمل الخيري والإنساني كما هنأ مع علي رئيس مجلس الشورى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمناسبة حصول مملكة البحرين على المركز الأول عربياً وثاني عشر عالمياً على مؤشر العطاء العالمي معرماً عن الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الذي وضع المملكة في صدارة أكثر الدول عطاءً في تقديم المساعدات التنموية للمحتاجين كما بعث مع علي رئيس مجلس الشورى بهذه المناسبة برقية تهنئة إلى سمو الرؤى الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مستشار الأمن الوطني مؤكداً بأن هذا الإنجاز جاء نتاجاً لما تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من دعم واهتمام ملكي لا محدود شكراً للمشاهدة